موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط البداية بالعنوين موسيقى صاحب السموين الملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن يعطي بالرباط الانطلاق الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني وانطلاقة المبادرة الملكية مليون محفظة موسيقى مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ويتدرس جملة من المستجدد المغرب وإسبانيا يبحثان في الرباط صولة تمتين العلاقات على المستوى البرلماني وتعزيز التعاون في المجال الأمري المنظومة الصناعية للطيران تتعزز بالنواسر بإحداث مركز عالمي للخبرة الصناعية لتصنيع القطع المعدنية عبر طباعة سلطية الأبعاد موسيقى أهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفدرالية للبرازيل السيد ميشيل تامر بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمدرسة عبد المومل بمقاطعة حسن بالرباط الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2017-2018 وكذا انطلقت المبادرة الملكية مليون محفظة التي سيستفيد منها هذه سنة أربعة ملايين ومائتين وثانين وستين ألف تلميذ ويعكس إشرف وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على إعطاء انطلاقة السنة الدراسية الجديدة الاهتمام الذي مفاتئة يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قطاع التعليم والتزام جلالته القوي والثابت من أجل تدعيم المنظومة التربوية والارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بقطاع التكوين المهني محمد رد العبيدي عبد العلي عياد وعبد الرحيم في لول إلى مدرسة عبد المومل الابتدائية بمقاطعة حسن يصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومنها يعطي الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني وانطلاقة المبادرة الملكية مليون محفظة تقليد سنوي يجسد رعاية ملكية متواصلة بقطاع التعليم غايتها النهوض بالمدرسة المغربية وجعل المتعلم نقطة ارتكاز لأي إصلاح تربوي من خلال تقوية قدراته وكفاءاته وإنماء حس وقيم المواطنة لديه موسيقى موسيقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يتابع شروحات تهم الإجراءات المتخدة لضمان نجاح الدخول المدرسي الحالي ومعطيات بالأرقام تهم المستفيدين من منظومة التربية والتكوين وأخرى حول المبادرات الملكية مليون محفظة وأول الأرقام يهم عدد المسجلين في مختلف الأسلاك ويبلغ زواء سبعة ملايين وثمانمائة وسبعين ألف تلميذ وتلميذة تسعة وثلاثون بالمئة منهم في العالم القروي وبخصوص التكوين المهني تم تسجيل ممجموع خمسمائة وثلاثة وتسعين ألف متدرب فيما عرف التعليم العالي تسجيل نحو تسعمائة ألف طالب وطالبة مبادرات عديدة غايتها توفير الظروف المثلى للمتمدرسين والاستقبالهم عمليات تأهيل واسعة همت مختلف المؤسسات التعليمية لمسها الصغير قبل الكبير اللي تغير في المدراسة العاملة فاتكنز بينه ولكن هاد العام تغيرت كتر والفضاء دياله هولا جميل بزاف وتعرفت على زملاء جداد وطاولات جداد البيروت جداد السباغة جديدة كل شي جديد وهذا الشي اللي غادي ساعدني باش نحقق الحلم ديالي ونكبره ونقرأ مزيلا ونكون دكتورة هاد العام حسن من عام اللي داز وهاد العام كان حيث الساحات كانوا جوينين وبالطاولات كانوا مقين منو يرجعت لد مندراسة لقيت بزاف الحويش بقلوفيات طوابل سباغة بزاف ديال الحويش دكشي علش كتعجبني هذه المدراسة مؤسستنا كجميل مؤسسات في المغرب خدعات الوحيد تأهيل اللي كان تنفيذ وتطبيق مذكرة ويزارية اللي شملت مجموعة المواضع منها تأهيل المؤسسة منها الزين المدراسي لأهلها وحولها إلى فضاء طربوي يحبيب التلميذ في الدراسة والإقبال عليها وتتوالى المبادرات لإصلاح وتعميم التعليم الأساسي وفي مقدمتها المبادرة الملكية مليون محفظة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك عام 2008 هذه السنة بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4.262.000 تلميذ وتلميذة منحت الأولوية فيهم للمتمدرسين بالعالم القروي وبنسبة تصل إلى 64% وبهذه المناسبة أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على التسليم الرمزي لمحفظات ومقررات مدرسية لفائدة عشرة تلاميذ بمدرسة عبد المومن وعشرة تلاميذ من الثانوية الإعدادية سيد محمد بن عبد الله بجماعة سهول بعملات السلام المبادرة التي دارت سيدنا مزيئة تعطينا لك أغطابل والكتوب وكل وزيء مدرسية لكي نقرأ ونستفيدون لكي حاجة في المستقبل أنا استفيد من الأدوات والشكل لكي أغطابل المدرسية فيهم الأدوات والكتوبة لكي يساعدوني على الدراسة إثر ذلك صورة تذكارية مع المدرسين والأطر الإدارية لمؤسسة عبد المومن الابتدائية التي اكتست حلة جديدة شأنها في ذلك شأن مختلف المؤسسات التعليمية مبادرات تكرس الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية مدرسة ترفع رهان الإنصاف وتكافئ الفرص والجودة للجميع إن عقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سيد سعدين العثماني وقد خص السر المدرسة والمصادقة والموافقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تقديم عرض حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لأعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هدام سهل عبدالله مزاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تميز في بدايته بكلمة رئيس الحكومة سيد سعد الدين العثماني التي استهلها بالدعاء بالشفاء العاجل لصاحب الجلال الملك محمد السادس عقب إجراء جلالته لعملية جراحية تكللت بالنجاح كما توقف رئيس الحكومة حول موضوع الدخول المدرسي الجديد حيث جدد التأكيد على أولوية قطاع التعليم بالنسبة للحكومة التي تعطي يؤكد سيد العثماني أولوية واهتماما خاص لهذا القطاع فيما يخص تحسين ظروف الدخول المدرسي ومواجهة ظاهرة الاقتضاد وتحسين المحيط المدرسي والبنيات التحتية إضافة إلى إجراءات أخرى كما أبرز أن من الإجراءات التي ستقبل عليها الحكومة في الموسم المقبل لإعداد القانون الإطار المتعلق بتنزيل الرؤية الستراتيجية للتربية التكوين 2030 باعتبار هذا القانون سيشكل خارطة طريق لإصلاح وتطوير التعليم وستلي ذلك مجموعة من الإجراءات ذات طبيعة قانونية وتنظيمية وعملية إثرى ذلك استمع المجلس إلى عرض حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي ثم تنظيمه بجونيف منتصف الشهر الماضي ويعتبر هذا التقرير جزءا من الخطوات التي انخرطت فيها المملكة منذ المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009 القضايا التي أترتها التي طرحت على المستوى المجلس الحكومة حتى نتمكن من مواصلة المجهود الوطني في النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ما يتعلق بالأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة الدمج التعليمي الشامل لهم الولوج إلى الفضاءات العمومية توفير الحماية والدعم الإجتماعي ضمال حماية الفتيات والنساء ذوي الإعاقة ثم تطوير المقتضايا القانونية والإجرائية على المستوى السياسات العمومية المجلس صادق أيضا على ثلاث مشاريع مراسيم يهم الأول تحديد كيفية سير لجان مؤسسة الاعتمان من خلال توسيع تركيبتها ومهمها الجديدة والثاني يهم سير المجلس الوطني للاعتمان والادخار وملائمته مع دستور 2011 والثالث يحدد كيفية سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب وفي ختام أشغاله تدارس المجلس ووافق على مشروع قانونين يتعلق باتفاق إنشاء الخدمات الجوية يوافق بمجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في فاتح غشت من السنة الماضية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جيبوتي وهو اتفاق يهدف إلى تعزيز نظام النقل الجوي الدولي بين البلدين في إطار زيارتها للمغرب أجرت رئيسة مجلس النواب الإسباني ماريا باستور مباحثات مع رئيس مجلس النواب الحبيب الملكي شملت جملة من القضايا الراهنة في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة السرية كما دعم التعاون والشركة الاقتصادية والتجارية خديجة جمالي وياسر الدومي مباحثات انطلقت بتأكيد عمق الصداقة التي تجمع بين البلدين وقوة المصالح الاقتصادية والشراكات التي نسجت بين المغرب وإسبانيا لتصل إلى بحث سبل بلوغ أفاق جديد من التعاون لمواجهة تحديات تفرضها ملفات الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود وكانت مناسبة كذلك للتنديد بالأعمال الإرهابية الشنيعة التي عاشتها برشلونة وبهذه المناسبة سنتخذ على مستوى المؤسستين تشريعيتين بعض المبادرات على المستوى التشريعي بطبيعة الحال في إطار الصلاحيات الموكولة للمؤسستين لنجعل من محاربة الإرهاب إحدى الأسبقيات المهمة تأكيد المشترك على أهمية التنصيق بين المؤسستين التشريعيتين بكل البلدين لمحاصرة ظاهرة الإرهاب والدفع بملفات التعاون نتطلع إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين ودعم التنصيق على مستوى المبادرات التشريعية خاصة في قضايا محاربة الإرهاب وسياسات الهجرة والحكامة وتنافسية الاقتصاد وفي هذا الإطار تم الإعلان عن التحضير للمنتدى البرلماني الرابع المغربي الإسباني الذي سينعقد خلال الأشهر المقبلة بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن أجرى وزير شؤون خارجية والتعاون دولي ناصر بوريتا مباحثات مع كاتب الدولة الأمريكية سيد ريكس تيلرسون همت هذه المباحثات الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين البلدين الذين يجمعهم اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيزة تنفيذ سنة 2016 والحوار الاستراتيجي التي تم إطلاقه سنة 2012 وسبل تعزيزها أكثر عن المستويات السياسية والاقتصادية والأممية ومكافحة آفة الإرهاب كما تناولت هذه المباحثات الوضع في المنطقة المغربية وخاصة الملف الليبي وكذا الوضع في المنطقة الساحل وقضية الصحراء المغربية وبهذه المناسبة أكد المسؤولون الأمريكيون تشبتهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية وعرفانهم للقيادة الحكيمة لجلالة الملك وللدور الهام الذي يطلع به جلالته في القضايا المرتبطة بالعالم وإفريقيا وكذا السلم والاستقرار الدوليين وأجرى السيد بوريتا صباح اليوم أيضا مباحثات بوزارة الخارجية الأمريكية مع كل من ديفيد ساتر فيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وتيري ويرف المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش في أول أيام الدخول المدرسي يتوقع أن يلتحق أزيد من 73 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف أسلاكها بإقليم الحسيمة من إحدى المدارس الابتدائية نتابع أجواء الدخول المدرسي في روبرتاج عبدالله الشقر وإسين مرافق في تمام الساعة الثامنة صباحا فتح تابواب مدرسة بن بوعياش الابتدائي بالحسيمة فاليوم أول أيام الموسم الدراسي لهذه السنة هو لقاء بين التلاميذ وأساتدتهم للتعارف أولا ومناسبة كذلك لإطلاع التلاميذ على المستلزمات الدراسية وجداول الحصص والأساتد من جانبهم يغتنموا فرصة اليوم الأول لمراجعة عامة مع تلاميذهم من يعطينا إذا لدي جملة؟ عزا جدا نهار دي اللول في المدرسة جمسيان عشبتني مدرسة بالسف زوينان ورافق ديالة زوينين الأساتد زوينين وتلاقيت مع أصحابتي أجيت لأول مدرسة لقيت الأصدقاء ودبها من مدرسة زوينة دينا أول يوم طبعا استقبال تلاميذ الأولياء الأمور تعرف على تلاميذنا جداد إلى غير ذلك بعد الدخول الأقسام كم دوا كم مراجعة أولية للمكتسبات السابقة نشوفوا كده زو العطلة كده زو الأجواء إلى غير ذلك نشوف رتسامة ديالهم عن مؤسسة ديالهم جديدة إلى غير ذلك مدرسة بن بوعياشة الابتدائية وبعد إتمام أشغال التهيئة والصيانة والتجهيز تظافرت جهود كافة الفاعلين من أجل إنجاح محطة الدخول المدرسي بتوفير كافة الظروف للتلاميذ بهدف استئناف دراستهم برسم هذا الموسم الدراسي فاليوم التحق التلاميذ وهيئة التدريس بالمؤسسة في أول أيام العام الدراسي اليوم الأول كان من أجل التحسيس من أجل تعرف من أجل التحسيس بالنظام الداخلي من أجل توزيع جدوي الحصاص تعرف على الأستيذة وعلى المتعلمين والمتعلمات كذلك ولج الأباء إلى المؤسسة من أجل استفسار عن أبنائهم وعن أستيذتهم حضرنا مع التلاميين مع الأباء في الدخول هذا كمؤسسة تبنى جديدة مؤسسة في المستوى بإقليم الحسيمة وخلال الدخول المدرسي الحالي يتوقع التحق قرابة الثلاثة وأربعين ألف التلميذ وتلميذ بالمدارس الابتدائية في كل من الوسطين الحضر والقروي نصفهم تقريبا من الإناث فالمدارس بالإقليم معبأة بشكل كبير من أجل تيسير استقبال التلاميذ وتوفير شروط الحياة المدرسية لهم خلال الدخول المدرسي الحالي بإقليم تنغير أزيد من 75 ألف تلميذ وتلميذ التحق هذا اليوم ب165 مؤسسات تعليمية كل التذابير اتخذت لإنجاح هذا الموسم الدراسي والنموذج من العالم القروي وتحديدا من مجموعة مدارس أي تعطى بالجماعة الترابية حصية عبد مجيد حلاوي ونردين نفعي والمتدرب محمود إشميع مجموعة مدارس أي تعطى تقع بتراب جماعة حصية بإقليم تنغير هذه الجماعة التي تنتمي إلى العالم القروي تبعد عن تنغير بحوالي 125 كم إقليم تنغير يتوفر على 165 مؤسسة تعليمية من بينها 131 مؤسسة تعليمية توجد بالعالم القروي أنا دوست العطلة مزيان وجيت دابة باش نقرأ ولقيت المدرسة مزيينة بزاف وفيها الرسمات ومنطفاء أنا جيت فريحة هذه السنة بدخولي لمدرسة هذه السنة فقد استقبالنا الأساتذة والمدير استقبالا رائعا وجميلا كل التدابير اتخذت لضمان موسم دراسي جيد بإقليم تنغير تزيين المؤسسات التعليمية تجهيز الأقسام والمرافق هي نماذج للإجراءات المتخدة السنة كنتميز على أن الحجرات المجموعة أن تبدلهم السباقة والتبالي ولبسة واحدة حلة جديدة التي تعاوننا وتعاون التلامي وفلد أكبادنا على أنهم يقرأوا في ظروف أحسن بالنسبة للجماعة الحصية وخصوصا مجموعة مدارس يتعطى عرفت تسجيل 100% بالنسبة للمتعلمين ولكن بالنسبة للصعيد المديرية وصلت إلى 99.9% هناك تحسيس وإقبال على تسجيل المتعلمين للالتحاق بصفوفهم الدراسية ففي اليوم المحدد ولمحاربة ظاهرة الهضر المدرسي أي انقطاع تلاميذ عن مواصلة الدراسة تم إنشاء مرافق لإيواء التلاميذ القادمين من الدواوير المجاورة إقليم تنغير يتوفر على سبع داخليات من بينها خمس داخليات بالعالم القروي داخلية باش يلقوا الرحاية وكلوا يشربوا ويناسهم زيان ويلقوا الرحا باش يقروا الدروسي لهم على حسما يوجد كيف يفر لنا المبيت والمكلة؟ عاوتني منيك النوضو كالقوة المدرسة قريبة لنا بالنسبة للمنحة كاملة 416 بالنسبة لنصف منحة 86 إذا المجموع لنا 500 أجوز مختلف المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم تنغير استقبلت أزيدة من 75 ألف تنميد وتنميدة في هذا الموسم تتم المراهنة على الجودة والتطوير في الخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ ويتميز الموسم الدراسي 2017-2018 بإجراءات جديدة تهم الفضاء المدرسي والجانب التنظيمي وكذلك اللوجيستيكي من أجل توفير أجواء مناسبة للتمدروس إطلال على انطلاق الدراسة بأحدى المؤسسات الإعدادية بتنجا مع سيان بوخليفي وسعيد ناجح على غرار جميع المؤسسات التعليمية الوطنية تلامذة الصف الإعدادي بتنجا يلتحقون بأقسام الدراسة لبدء موسم دراسي جديد يأملون أن يكون موفقا رأيي في الدخول المدرسي لعام 2017-2018 أنه جيد وكذلك فضاء مؤسسة لإعدادية العقاد المدرسة منظمة وكانت فرصة جيدة للقاء أصدقائي وأصدقائي المقربين وكل هذا ولقاء بأساسي ذاتي محترمين مجموعة من إجراءات نقص الاقتداد من داخل الأقسام والاعتناء كذلك بالفضاء المدرسي كله يهدفه بطبيعة كذلك عملية التشجيل التي كانت في وقت مبكر يعني التي أعطت هذا الدخول ونجاح هذا الدخول المدرسي الدخول المدرسي لهذه السنة صحبته العديد من المستجدات المتعلقة بالجانب التنظيمي واللوجيستيكي لتوفير أجواء ملائمة للتمدرس إن كان بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأطور التعليمية انطلاقها كانت بشكل رسمي وبشكل عادي وسلس التلاميذ في حجرهم الدراسية والأساسي يرقون الدروس بشكل عادي تبقى لمقرر الوزير التربية الوطنية دخول المدرسي أراه موفقا باعتبار الحضور المكثف للآباء والأمهات والتلاميذ والتلميذات يوم الخاميس سبعة شتنبير 2017 باعتباره اليوم المرجعي للدخول المدرسي وفي مثل هذه اللحظات يبقى لدعم الأسرة دور خاص لدى الأبناء فمعظم الآباء والأمهات حرصوا على مرافقة أبنائهم لتشجيعهم والاتمئنان عليهم في هذا اليوم الدراسي الأول الذي يترك انطباعا خاصا لدى الجميع تزامنا مع الدخول المدرسي تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق الخدمة الإلكترونية إنسات لتلقي شكاية عموم المواطنين والمواطنات وتسجيل الملاحظات بخصوص ما يمكن أن يعرق الانطلاق الدراسة في وقتها المحدد في المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية وتؤكد الوزارة أنه يمكن ربط الاتصال بهذه الخدمة مباشرة من خلال الرقم الأخضر الظاهري على الشاشة من الاثنين للجمعة حسب أوقات العمل الرسمية أو تسجيل الشكايات والملاحظات عبدالبواب الرسمية للوزارة اللحظة مع جديد المال والأعمال والاقتصادية معي ياسر العمراني ياسر مساء الخير مساء الخير مريم مساء الخير مشاهدين الكرام بداية الاقتصادية بالمجال الصناعي حيث تم اليوم بالمنطقة الصناعية لنواصر بالدار البيضاء تدشين مركز عالمي للخبرة الصناعية هذا المركز متخصص في تصنيع القطاع المعدنية عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد وهو يدخل في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 المتابعة مع أمين هنوي ومحمد شيكر على مساحة تنهز ألف متر مربع دشنة هذه المجموعة الفرنسية المختصة في صناعة طيران مركزا دوليا لطباعة المعدنية تلاتية الأبعاد في إطار تلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع من طرف الشركات العاملة بالمملكة حيث سيصنع هذا المركز قطعا معدنية بتقنية الانصهار الانتقائي ذو التكنولوجيا المتطورة هذا المعمل المهم جدا لأنه مشاف ميدان تكنولوجيا إلى أقصى ما كيدر اليوم في العالم أنه هذا الانبخيشون 3D يعني كم كلهم يطبعوا يعني بعض أجزاء سيارات أو طائرات بهذا الماكين جداد وهذا التكنولوجيا غادي تغيير تماما ميدان دير الصناعة في العالم المركز سيشغل في مرحلة أولية 20 مهندسا وتقنيا مغربيا لتلبية طلب الشركات هذه المجموعة وأيضا باقي الشركات المغربية والدولية المشغلة في مجال صناعة الطيران سيعمل هذا المركز على طباعة قطع معدنية بتقنية عالية لفائدة شركات مجموعتنا الصناعية وأيضا للشركات الأخرى العاملة بمجال صناعة الطيران والفضاء بالمغرب وباقي دول العالم المشروع يدخل في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 الذي يهدف إلى إحداث منظومة صناعية متطورة باستخدام آخر التكنولوجيات الحديثة الآن فنتابع نسبة برصة الدار البيضاء إلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم أما الآن فنعود لمريم لإتمام الرئيسية شكراً يا سير أعطيت سباح اليوم بالرباط لانتلاقى لأشغال لجنة القيادة للإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام بالطاقة الكهربائية بين المغرب والسوق الأوروبية بكوب 22 بمراكش كان الاتفاق بين المغرب وأربع دوين أوروبية هي ألمانيا فرنسا إسبانيا والبرتغال بشأن التبادل المستدام للطاقة الكهربائية واليوم ينزل هذا القرار الاستراتيجي تقنياً لأجل ذلك تدرس هذه اللجنة جميع الإمكانيات المتاحة التكنولوجية والإمكانيات المتاحة الاقتصادية المغرب مؤهل بطبع الحال بالإضافة إلى أنه يشتري ويستورد الطاقة من جيرانه خاصة من إسبانيا يعني في المستقبل من البرتغال ففعلاً هو مؤهل أيضاً نظراً لتطور لك تعرف في القطاع الطاقي في بلد دينا بش يمكن أيضاً أنه يصدر هذه الطاقة إلى جيرانه الأوروبيين يعني وخاصة لستثمارات في مجال الطاقة المتجددة استثمارات كبيرة جداً ألمانيا هي رائدة على مستوى الأوروبي في مجال التبادل الطاقي منذ وقت طويل سنت البلاد قوانين في هذا الاتجاه ولطالما قامت ألمانيا بدعم جميع الجهود من أجل تطوير روابط السوق الأوروبية في الميدان الطاقي والمغرب له تجربة طموحة في هذا الاتجاه تعزيز الروابط الكهربائية والعمل على تطوير مصادر الطاقات المستدامة بين ضفتي بحر الأبيض المتوسط يحظى بدعم عدد من المنظمات الدولية كالاتحاد من أجل المتوسط، اللجنة الأوروبية والبنك الدولية هي مبادرة يدعمها البنك الدولي وهدفها تطوير التبادل الطاقي بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية فيما يخص الطاقات المتجددة ونشر هنا أن المغرب عرف تقدما كبيرا في هذا المجال ما يسمح لترصيخ قاعدة الرابح الرابح بين المغرب وعدد من البلدان الأوروبية هذه المبادرة ستشكل أرضية لجميع الشركاء من أجل تقوية تعاونهم لإقامة سوق جهوية طاقية والهدف تحقيق اندماج تدريجي للأسواق الطاقية وخلق فضاء أورو متوسطي للتبادل الطاقي خاصة فيما يخص الطاقة الكهربائية نتابع من بروكسل وفي إطار التعاون المغربي الأوروبي شكلت اللجنة البنلمانية المشتركة المغرب لاتحاد الأوروبي فرقا ستصهر على إعداد الأجندة المقبلة للتعاون الثنائي هذه الفرق ستنكب على أربعة مواضيع تتعلق بالعلاقات السياسية المبادلات الاقتصادية والتجارية حقوق الإنسان المرأة والشباب والهجرة والأمن والحرب على الإرهام في الخبر الدولي اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية فرض مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية تشمل حضرا نفطيا وتجميدا لأصول كيم جونغ أون ردا على أحدث تجاربها النووية المزيد مع ابتوهب كاراتي يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يقضي بفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية ردا على مواصلتها لتجاربها النووية وتحديها للمجتمع الدولي وتسعى الولايات المتحدة من خلال مشروع القرار الأممي إلى فرض حضر نفطي على بيونغ يونغ وعلى صادراتها من المنسوجات ومنع توظيف مواطنيها في الخارج وتجميد أصول زعيمها كيم جونغ أون ومنعه من السفر ولا يبدو أن المساعي الأمريكية ستحضى بدعم روسيا والصين التي عربتا عن تحفظهما بشأن تشديد العقوبات وتؤيدان استئناف الحوار والتفاوض في حين دعت اليابان إلى ممارسة أكبر ضغوط ممكن على نظام بيونغ يونغ لحمله على التخلي عن برنامجه النووي إن كوريا الشمالية تقوم بتصعيد وتحدي صارخ للسلام الدولي والاستقرار والقانون والنظام العالميين وعلى المجتمع الدولي عدم السماح بتعريض السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا للخطر وفي بيونغ يونغ أقيمت احتفالات شعبية تكريما للعلماء الذين سهموا في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخ البلاد وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت بداية هذا الشهر إجراء تجربة على قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عبر للقارات وارتباطا بالأزمة الكورية أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني في أستونيا أن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة مكملة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها قرر مجلس الأمن والدفاع القومي في ميانمار تعزيز الوجود العسكري في إقليم أركان لسيما على المناطق الحدودية مع بنجلاديش في وقت قالت مستشارة الدولة أن حكومتها تبدل ما في وسعها لحماية الجميع وما يزيد من معاناة مسلمين روهينغا عدم حصولهم على بطاقة هوية منذ 2012 مع عدم حصولهم على جنسية ميانمار في شأن السوري تقدم لنظام بدير الزور لكسر حصار تنظيم داعش وسط أنباء عن استهداف إسرائيل أحد المواقع التابعة له في حما سباح هذا اليوم تفاصيل الموضوع مع خالد الأحمد قافلة مكونة من أربعين شاحنة ومحملة بمواد غدائية وصلت اليوم إلى مدينة دير الزور حيث يعاني 93 ألف من الأهال من حصار شديد منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة سنة 2015 وصول القافلة يتزمن وإعلان الجيش السوري عن إحرازه تقدما على الساحة في دير الزور المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أنه خلال تقدمها استعادت القوات السورية قريتين على جبهة أخرى بيان للجيش السوري يفيد بأن إسرائيل شنت ضربة استهدفت أحد مواقعه في محافظة حماه في وقت مبكر صباح اليوم ما أصفر عن مقتل جنديين سوريين وعن حدوث أضرار مادية قرب مدينة ميسياف واستنادا إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الضربة الإسرائيلية استهدفت منشأة لمركز الدراسات والبحث العلمية الجيش السوري يحذر من تدعيات هذه الضربة نوصل دولية النشرة من القدس المحتلة حيث شنت قوة الأمن الإسرائيلية مساء أمس وصباح اليوم حملة اعتقالة واسعة في العديد من أحياء وبلدات وضواحي المدينة طالت 14 فلسطينيين بينهم الطفل وحولت جميع المعتقلين إلى مراكز توقيف وتحقيق بالمدينة المقدسة الإعصار إيرما يتسبب في دمار واسع النطاق في أرجاء منطقة الكاريبي محولاً المباني إلى حطام ومخلفاً تسعة قتلى على الأقل سرعة الرياح بلغت 294 كم في الساعة ويتوقع أن يمر اليوم بالقرب من ساحل جمهورية الدوميديكان ثم إلى فلوريدا وهو الآن الفئة الخامسة من الأعصير وهذا أعلى مستوى محتمل بعيداً عن أخبار العالم علم لدى المديري الإقليمي للمياه والغبات ومحاربة التصحر بطنجة أنه تمت السيطر على حريقين أتيا على أكثر من 18 هكتار من الغطاء الغابوي والأعشاب السنوية بضواحي مدينة طنجة فرق الإطفاء تمكنت بمساهمة القوات المساعدة والسلطات المحلية والدرك الملكي من السيطر على الحريق الأول الذي التهم حوالي 11 هكتار من الأعشاب السنوية بإقليم الفحص أنجرة فيما مكنت تدخل الأرض لفرق الإطفاء المدعومة جواً بطائرتين كندا رتابة على القوات المسلحة الملكية من السيطر على الحريق الذي ما تزال أسباب اندلعه مجهولة ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية وكثافة الغطاء الغابوي بهذه المنطقة التابعة للتراب عمالات طنجة أصيلة صعبة من مهمة فرق الإطفاء التي بدلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الميران في موضوع آخر أحيى الجوق السنفوني للدرك الملكي مساء أمس حفلاً موسيقياً بالمركب الثقافي موليرشيد بالدر البيضاء قدم خلاله باقة غنية من الريبرتوار الموسيقي العالمي الحفل لنظم احتفاء بعيد الشباب المشيد مقطعات فنية رائعة عزفها الجوق السنفوني للدرك الملكي بقيادة أصطرف آليكس بمدينة الدار البيضاء والمناسبة لاحتفال بعيد الشباب المجيد معزوفات أبحرت بالحضور إلى عوالم الموسيقى الكلاسيكية العالمية موسيقى جينا اليوم باش نستمتعوا بذ المبادرة ديال الجوق في السنفوني ديال الدرك الملكي ايطال احتفال بعيد الشباب ونحن جدا مسرورين السنفوني ديال الدرك الملكي فاد الموركال اللي هي غني عن تعريف بالاتقام ديال السنفوني وبهذا احنا كما سمعنا بإننا غدي تقام هنا جينا مباشرة باش نحضروا لها موسيقى مختارة غنائية تم عسفها من توقيع أعرق العازفين كابيت هوفن وموزار بالإضافة لأشهر العروض الكلاسيكية الروسية منحت المتالي الجمهور المتعطش لهذا اللون الموسيقي موسيقى ويندرج ضمن المحطة الرابعة للجولة الفنية للجوق السنفوني للدرك الملكي بعد ان انطلقت من مدن فاس تطوان وجدة موسيقى يحتضن المربط الوطني للخيول بمراكش اقصائيات البطولة الوطنية للخيول العربية البربرية في مرحلتها الخاصة بالمباريات بين الجهات والتي انطلقت اليوم التفاصيل في الروبورتاج أمين علام خليد أسدون وعتمن التاسي مراكش محطة حاسمة لمربي الخيول الذين يتطلعون إلى التأهل للبطولة الوطنية للخيول العربية البربرية المبرمجة في نهاية الشهر الجاري مباراة الجهات تسجل منافسة قوية تهيئ الخيول لهذه التظاهر يتطلب إلى المربين عملا دؤوبا على مدار السنة للاستجابة للمعاهير التي تفرضها المسبقة نشتغل عليهم العام كامل العام كامل من المكلة ديالهم من الحسن ديالهم من الدواء ديالهم من التأشير ديالهم من أول عام حتى الآخر من العناية خاصة لكل حصان أو فارس يشارك في هذه المنافسات دفتر معلومات خاص به هيئة التحكيم تحرص على الالتزام بالطوابط تدابير كلها تصب في الحفاظ على سلالة الخيول العربية البربرية التي تعد ثروة وطنية كينا واحد طفرة نوعية واحد يعني واحد تزايد أولا واحد الإقبال ديال المربين كي يتزايدوا الحمد لله كينا النوعية ديال التنظيم حتى وغادي إن شاء الله الحمد لله غادي وتي تتحسن يعني في المعال يعني قبطات الشركة المالكية ديال الفرس تسير ديال المرابلة التوطنية وقبطت هاد الميدان من مليدين ديال وزارة الفلحة النوعية ديال التنظيم وهذا غادي وكي تحسنوا الإقبال ديال المربين غادي وكي يتزايدوا منذ تأسيسها سنة 2003 تعمل الشركة المالكية لتشجيع الفرس بتعاون مع وزارة الفلحة والصيد البحري على تأطير وتطوير تربية الخيول وإبراز السلالات المغربية إن على المستوى الوطني أو الدولي نهاية النشر مشاهدين تذكير بأبرز الأنباء صاحب السمو الملكي ولي العاد الأمير مولين حسن يعطي بالرباط لانطلاق الرسمي للدخول المدرسي والجامعي وتكوين المهني وانطلاق المبادرة الملكية مليون محفظة مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ويتدرس جملة من المستجدد المغرب وإسبانيا يبحثان في الرباط سبول تمتين العلاقات على المستوى البرلماني وتعزيز التعاون في المجال الأمني المنظومة الصناعية للطيران تتعزز بالنواصر بإحداث مركز عالمي للخبرة الصناعية لتصنيع القطع المعدنية عبر طباعة ثلاثية الأبعاد تقام النشر يشكر بقاءكم معنا إلى الغد بإذن الله اشتركوا في القناة